بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سمع سماوات ياتباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين يا خلب إليك البصر خاسئا وهو حسين ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطي وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جاهنا وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لا شيقا وهي تفور تكاد تميزين للغيذ كل ما أنقي فيها فوج سألهم خزنتها سألهم خزنتها لم يأتبوا نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ظلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذن منهم فصحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أبجهروا به إنه عليم بذات السدور ألا يعلم من خلقه هو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض بلونا فامشوا في مناكبها وكلوا بالرزقه وإليه النشور أمنتم ما في السماء يرسف بكم الأرض فإذا هي تم نور أمنتم ما في السماء يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافاتهم ويقبر ما يمسكون إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم يا منسوكم يا عدون الرحمات إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رذقه بل لجوا في اغتوه ونفور أفبن يمشي مكبا على وجهه أهدا أمن يمشي سبيا على سراط مصدق قل هو الذي أنشاكم وجعل لكم السماء والأبصاء والأفئدة قليلا مما تشكرون قل هو الذي ذراكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوا ظلفة أنسيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلك لي الله ومن معي ورحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قلوا الرحمن آمنا به وعليه تاكلنا فستعلمون من هو في غلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم بماء بعين بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سمع سماوات ياتباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم أرجع البصر كرتين يا خلب إليك البصر خاسئا وهو حسين ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعين وللذين كفروا بربهم عذاب جاهنا وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لا شيقا وهي تفور تكاد تميزين الغيذ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ظلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعين فاعترفوا بذن منهم فصحقا لأصحاب السعين إن الذين يخشون ربهم بالغير لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أبي جهروا به إنه عليما لذات السدور ألا يعلم من خلقه هو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض بلونا فامشوا في مناكبها وكلوا بالرزقه وإليه النشور أمنتم ما في السماء أن يخصف بكم الأرض أمنتم ما في السماء أن ينصل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير وقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقا صاف فاتهم ويقبر ما يمسكون إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم يا ماثركم من عدون الرحمة إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في اغتبه ونفور أفبن يمشي مكبا على وجهه أهدا أمن يمشي سبيا على سراث مصدق قل هو الذي ينشاكم وجعل لكم السماء والأبصار والأفئدة قليلا مما تشكرون قل هو الذي ذراكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوا زلفة أنسيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلك هي الله ومن معي ورحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قلوا الرحمن آمنا به وعليه تاكتلنا فستعلمون من هو في ظلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماءكم ظورا فمن يأتيكم بماء بعين بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سمع سماوات ياتباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم أرجع البصر كرتين يا خلب إليك البصر خاسئا وهو حسين ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح واجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعين وللذين كفروا بربهم عذاب جادنا وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لا شيقا وهي تفور تكاد تميزين الغيذ كلما أنقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أعتم إلا في ظلالها كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعين فاعترفوا بذن منهم فصحقا لأصحاب السعين إن الذين يخشون ربهم بالغير لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أبي جاروا به إنه عليم بذات السدور ألا يعلم من خلق ربه اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلونا فامشوا في مناكبها وقلوا بالرزق وإليه النشور أمنتم ما في السماء أن يخصف بكم الأرض فإذا هي تمنور أن أمنتم ما في السماء أن ينصل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطين فوقا صافا فاتهم ويقبر ما يمسكون إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم يا ناسوكم من عدون الرحمات إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في اغتبه ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدا أمن يمشي سبيا على سراث مسبق قل هو الذي ينشاكم واجعل لكم السماء والأبصار والأفئدة قليلا مما تشكرون قل هو الذي ذراكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوا ظلفتان سيئة وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلك هي الله ومن معي ورحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قلوا الرحمن آمنا به وعليه تاكتلنا فستعلمون من هو في غلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم بماء بعين بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سمع سماوات انتباقا ما ترى في قلب الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين يا خلب إليك البصر خاسئا وهو حسين ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيه وجعلناها رجوما للشياطي واعتدنا لهم عذاب السعيم وللذين كفروا بربهم عذاب جاهنا وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لا شيقا وهي تفور تكاد تميزنا الغيذ كلما أنخي فيها فوج سألهم خزنتها لم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ظلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعيم فاعترفوا بذن منهم فصحقا لأصحاب السعيم إن الذين يخشون ربهم بالغير لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أبي جاروبي إنه عليم بذات السدور ألا يعلم من خلق ربه اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض بلونا فامشوا في مناكبها وقلوا بالرزق وإلينا النشور أمنتم ما في السماء أن يخف بكم الأرض فإذا هي تمنور أمنتم ما في السماء أن ينصل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطين فاقا صاف وفاتهم ويقبر ما يمسكون إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم يا مرسوكم من عدون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في اغتبه ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدا أمن يمشي سبيا على سراث مسبق قل هو الذي ينشاكم وجعل لكم السماء والأبصار والأفئدة قليلا مما تشكرون قل هو الذي ذراكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن أنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذيلا مبين فلما رأوا ظلفتان سيئة وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلك هي الله ومن معي ورحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قلوا الرحمن آمنا به وعليه تاكتلنا فستعلمون من هو في غلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم بماء بعين بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سمع سماوات ياتباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم أرجع البصر كرتين يا خلب إليك البصر خاصئا وهو حسين ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعين وللذين كفروا بربهم عذاب جاهنا وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لا شيقا وهي تفور تكاد تميزين الغيذ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتبوا النذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ظلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعين فاعترفوا بذن منهم فصحقا لأصحاب السعين إن الذين يخشون ربهم بالغير لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أبي جاروبه إنه عليما لذات السدور ألا يعلم من خلقه هو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض بلونا فامشوا في مناكبها وكلوا بالرزقه وإلينا النشور أم أنتم ما في السماء أن يخصف بكم الأرض فإذا هي تم النور أم أنتم ما في السماء أن ينصل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطين فوقهم صافاتهم ويقبر ما يمسكون إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم يا ماسوكم من عدون الرحمات إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رذقه بل لجوا في غتوبه ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدا أمن يمشي سبيا على سراط مسبق قل هو الذي ينشاكم وجعل لكم السماء والأبصاء والأفئدة قليلا مما تشكرون قل هو الذي ذراكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن أنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوا ظلفتان سيئة وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلك لي الله ومن معي رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قلوا الرحمن آمنا به وعليه تركتلنا فستعلمون من هو في ظلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم بماء بعين بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سمع سماوات ياتباقا ما ترى في خلب الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم أرجع البصر كرتين يا خلب إليك البصر خاصئا وهو حسين ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطي وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جاهنا وبئس المصير إذا أرقوا فيها سمعوا لا شيقا وهي تفور تكاد تميزين الغيذ كلما أنقي فيها فوج سألهم خزنتها لم يأتبوا النذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ظلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذن منهم فصحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أبي جاءوا به إنه عليما لذات السدور ألا يعلم من خلقه هو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض بلونا فامشوا في مناكبها وكلوا بالرزقه وإلينا النشور أم أنتم ما في السماء أن يخصف بكم الأرض فإذا هي تمنور أم أنتم ما في السماء أن ينصل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْطَيْنِ فَيْقًا أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَّا الْرَحْمَانِ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٍ أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَكُمْ يَا مَنْسُرُكُمْ يَا عَدُونِ الرَّحْمَانِ إِنِ الْكَافِرُونَ إِلْغَى فِي غُرُورِ أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِذْقَهِ بَلْ لَجُّوا فِي غُتُوبِهُ وَنُفُورِ أَفَبَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى غَجِهِ أَهْدَى أَمْ مَنْ يَمْشِي سَبِيًّا عَلَى سِرَاثٍ مُصْبَقٍ قل هو الذي ينشاكم وجعل لكم السماء والأبصار والأفئدة قليل مما تشكرون قل هو الذي ذراكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوا ظلفة أنسيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلك لي الله ومن معي ورحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه تاكتلنا فستعلمون من هو في ظلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماءكم ظورا فمن يأتيكم بماء بعين بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سمع سماوات انتباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت ارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين يا خلب إليك المصر خاصئا وهو حسين ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطي وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جاهدنا وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لا شيقا وهي تفور تكاد تميزين الغيذ كلما أنقي فيها فوج سألهم خزنتها لم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ظلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذن منهم فصحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أبجهروا به إنه عليما لذات السدور ألا يعلم من خلقه هو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض بلونا فامشوا في مناكبها وكلوا بالرزقه وإليه النشور أمنتم ما في السماء أن يرسف بكم الأرض فإذا هي تمنور أمنتم ما في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطين فاقا صاف أمنتم ويقبر ما يمسكون إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم يا مانسركم من عدون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في اغتبه ونفور أفبن يمشي مكبا على وجهه أهدا أمن يمشي سبيا على سراث مستقيم قل هو الذي ينشاكم وجعل لكم السماء والأبصار والأفئدة قليل مما تشكرون قل هو الذي ذراكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوا زلفة أنسيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلك لي الله ومن معي ورحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قلوا الرحمن آمنا به وعليه تاكتلنا فستعلمون من هو في ظلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماهكم ظورا فمن يأتيكم بماء بعين بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سمع سماوات ياتباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم أرجع البصر كرتين يا خلب إليك البصر خاصئا وهو حسين ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعين وللذين كفروا بربهم عذاب جادنا وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لا شيقا وهي تفور تكاد تميزين الغيذ كلما أنقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ظلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعين فاعترفوا بذن منهم فصحقا لأصحاب السعين إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أبي جاروا به إنه عليما بذات السدور ألا يعلم من خلق ربه اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلونا فامشوا في مناكبها وكلوا بالرزق وإليه النشور أمنتم ما في السماء أن يخصف بكم الأرض فإذا هي تمنور أمنتم ما في السماء أن يصل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْطَيْنِ فَيْقَوْا أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْطَيْرِ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَكُمْ يَا مَنْسُرُكُمْ مِنْ عَدُونِ الرَّحْمَاتِ إن الكافرون إلا في غرور أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْضُقُتُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِذْقَهِ بَلْ لَتْجُوْ فِي اغْتُوبِهُ وَنُفُورُ أَفَبَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَمْ مَنْ يَمْشِي سَبِيًّا عَلَى سِرَاثِ مُصْدَقِمْ قُلْ هُوَ الَّذِي يَنْشَاكُمْ وَجْعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْئِدَةِ قَلِيلًا مِنَّا تَشْكُرُونَ قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعَدُ إِنْ كُرْتُمْ صَادِقِينَ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ فَلَمَّا رَأُوا زُلْفَةً سِيئَتْ وَجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي أُوتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَ لِيَ اللَّهُ وَمَنْ مَعْيَا وَرَحِمَنَا فَمَنْ يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٌ قُلْ وَالرَّحْمَنُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْتَا كَلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ظَلَالٍ مُبِينٌ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاوْكُمْ ظَورًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ بَعِيمٍ بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سماع سماوات انتباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين يا خلب إليك البصر خاصئا وهو حسين ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيها وجعلناها رجوما للشياطي واعتدنا لهم عذاب السعيين وللذين كفروا بربهم عذاب جاهنا وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لا شيقا وهي تفور تكاد تميزين الغيذ كلما أنقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ظلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذن منهم فصحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغير لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أبي جاروبي إنه عليما بذات السدور ألا يعلم من خلق ربه اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض بلونا فامشوا في مناكبها وكلوا بالرزقه وإليه النشور أمنتم ما في السماء ينصف بكم الأرض فإذا هي تمنور أمنتم ما في السماء ينصف عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطين فاقا صاف أمن هذا الذي هو جند لكم يا ناسوكم من عدون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رذقه بل لجوا في اغتوه ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدا أمن يمشي سبيا على سراط المسبقين قل هو الذي ينشاكم وجعل لكم السماء والأبصار والأفئدة قليلا مما تشكرون قل هو الذي ذراكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوا ظلفة أنسيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي قوتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلك لي الله ومن معي ورحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قلوا الرحمن آمنا به وعليه تاكلنا فستعلمون من هو في غلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم بماء بعين بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سمع سماوات انتباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين يا خلب إليك البصر خاسئا وهو حسين ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطي واعتدنا لهم عذاب السعيم وللذين كفروا بربهم عذاب جاهنا وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لا شيقا وهي تفور تكاد تميزين الغيذ كلما أنخي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ظلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعيم فاعترفوا بذن منهم فصحقا لأصحاب السعيم إن الذين يخشون ربهم بالغير لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أبي جاروبي إنه عليما بذات السدور ألا يعلم من خلقه هو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض بلونا فامشوا في مناكبها وكلوا بالرزقه وإليه النشور أمنتم ما في السماء ينصف بكم الأرض فإذا يتمنون أمنتم ما في السماء ينصف عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطين فوقا صافاتهم ويقبر ما يمسكون إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم يا ما سوكم من عدون الرحمة إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رذقه بل لجوا في اغتوه ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدا أم من يمشي سبيا على سراط المسبق قل هو الذي ينشاكم وجعل لكم السماء والأبصار والأفئدة قليلا مما تشكرون قل هو الذي ذراكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوا ظلفة أنسيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلك لي الله ومن معي ورحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قلوا الرحمن آمنا به وعليه تاكك الله فستعلمون من هو في غلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماءكم ظورا فمن يأتيكم بماء بعين بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سمع سماوات ياتباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم أرجع البصر كرتين يا خلب إليك البصر خاسئا وهو حسين ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعين وللذين كفروا بربهم عذاب جاهنا وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لا شيقا وهي تفور تكاد تميزين الغيث كلما أنقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ظلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعين فاعترفوا بذن منهم فصحقا لأصحاب السعين إن الذين يخشون ربهم بالغير لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أبي جاروا به إنه عليما لذات السدور ألا يعلم من خلقه هو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض بلونا فامشوا في مناكبها وكلوا بالرزقه وإليهن النشور أم أنتم ما في السماء أن يخصف بكم الأرض فإذا هي تمنور أم أنتم ما في السماء أن يصل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطين فوقهم صافاتهم ويقبر ما يمسكون إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم يا ما سوكم من عدون الرحمات إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في اغتوبه ونفور أفبن يمشي مكبا على وجهه أهدا أم من يمشي سبيا على سراط مصدق قل هو الذي ينشاكم وجعل لكم السماء والأبصار والأفئدة قليل مما تشكرون قل هو الذي ذراكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوا ظلفة أنسيئة وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلك لي الله ومن معي رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه تركك الله فستعلمون من هو في ظلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم بماء بعين بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سمع سماوات ياتباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين يا خلب إليك البصر خاسئا وهو حسين ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطي وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جاهنا وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لا شيقا وهي تفور تكاد تميزين الغيذ كلما أنخي فيها فوج سألهم خزنتها لم يأتبوا النذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ظلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذن منهم فصحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغير لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أبي جاروه إنه عليم لذات السدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض بلونا فامشوا في مناكبها وكلوا بالرزق وإليه النشور أمنتم ما في السماء أن يخصف بكم الأرض فإذا هي تمنور أن أمنتم ما في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطين فوقا صافا فاتهم ويقبر ما يمسكون إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم يا مانسوكم من عدون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في اغتبه ونفور أفبن يمشي مكبا على وجهه أهدا أمن يمشي سبيا على سراط مصدق قل هو الذي ينشاكم وجعل لكم السماء والأبصار والأفئدة قليلا مما تشكرون قل هو الذي ذراكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوا زلفة أنسيئة وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلك لي الله ومن معي ورحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قلوا الرحمن آمنا به وعليه تاكتلنا فستعلمون من هو في غلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم بماء بعين بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سمع سماوات انتباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين يا خلب إليك البصر خاسئا وهو حسين ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين واعتذنا لهم عذاب السعيم وللذين كفروا بربهم عذاب جاهنا وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لا شيقا وهي تفور تكاد تميزين الغيذ كلما أنخي فيها فوج سألهم خزنتها لم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ظلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعيم فاعترفوا بذن منهم فصحقا لأصحاب السعيم إن الذين يخشون ربهم بالغير لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أبي جاروبي إنه عليم بذات السدور ألا يعلم من خلق ربه اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض بلونا فامشوا في مناكبها وقلوا بالرزق وإليه النشور أمنتم ما في السماء أن يخصف بكم الأرض فإذا هي تمنور أن أمنتم ما في السماء أن ينصل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطين فوقا صاف فاتهم ويقبر ما يمسكون إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم يا ناسوكم من عدون الرحمات إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في اغتوه ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدا أمن يمشي سبيا على سراث مسبق قل هو الذي ينشاكم واجعل لكم السماء والأبصار والأفئدة قليلا مما تشكرون قل هو الذي ذراكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوا ظلفتان سيئة وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي قوت به تدعون قل أرأيتم إن أهلك لي الله ومن معي ورحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قلوا الرحمن آمنا به وعليه تاكتلنا فستعلمون من هو في ظلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم بماء بعين بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سمع سماوات ياتباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فرجع البصر هل ترى من فطور ثم أرجع البصر كرتين يا خلب إليك البصر خاصئا وهو حسين ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح واجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعين وللذين كفروا بربهم عذاب جاهنا وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لا شيقا وهي تفور تكاد تميزين الغيذ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ظلالها كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعين فاعترفوا بذن منهم فصحقا لأصحاب السعين إن الذين يخشون ربهم بالغير لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أبي جاروا به إنه عليم بذات السدور ألا يعلم من خلق ربه اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض بلونا فامشوا في مناكبها وكلوا بالرزقه وإلينا النشور أم أنتم ما في السماء أن يخصف بكم الأرض فإذا هي تم النور أم أنتم ما في السماء أن ينصل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطين فوقهم صافاتهم ويقبر ما يمسكون إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أم من هذا الذي هو جند لكم يا ناسوكم من عدون الرحمات إن الكافرون إلا في غرور أم من هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في غتوبه ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدا أم من يمشي سبيا على سراط مسبق قل هو الذي ينشاكم وجعل لكم السماء والأبصار والأفئدة قليلا مما تشكرون قل هو الذي ذراكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن أنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذيلا مبين فلما رأوا ظلفتان سيئة وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلك لي الله ومن معي ورحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قلوا الرحمن آمنا به وعليه تركتلنا فستعلمون من هو في ظلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم بماء بعين بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سمع سماوات ياتباقا ما ترى في خلب الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم أرجع البصر كرتين يا خلب إليك البصر خاصئا وهو حسين ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعين وللذين كفروا بربهم عذاب جاهنا وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لا شيقا وهي تفور تكاد تميزين الغيذ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتبوا النذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ظلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعين فاعترفوا بذن منهم فصحقا لأصحاب السعين إن الذين يخشون ربهم بالغير لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أبي جاروبه إنه عليما لذات السدور ألا يعلم من خلقه هو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض بلونا فامشوا في مناكبها وكلوا بالرزقه وإلينا النشور أم أنتم ما في السماء أن يخصف بكم الأرض فإذا هي تم النور أم أنتم ما في السماء أن ينصل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطين فوقهم صافاتهم ويقبر ما يمسكون إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أم من هذا الذي هو جند لكم يا مانسوكم من عدون الرحمات إن الكافرون إلا في غرور أم من هذا الذي يرزقكم إن أمسك رذقه بل لجوا في غتوبه ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدا أم من يمشي سبيا على سراث مسبق قل هو الذي ينشاكم وجعل لكم السماء والأبصاء والأفئدة قليل مما تشكرون قل هو الذي ذراكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوا ظلفتان سيئة وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلك لي الله ومن معي رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قلوا الرحمن آمنا به وعليه تاكتلنا فستعلمون من هو في غلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم بماء بعين موسيقى